اشتركوا في القناة والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين وقدوة الناس أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أما بعد أيها المسلمون أهو مرحبا بكم في بيت من بيوت الله وفي روضة مرياض الجنة ثم أما بعد الوحي السعيد جدا بهذا الحفل الكريم بالعلماء بطع القرآن والقراءات والجمع الطيب ده نسأل الله أن يجمعنا في مستقر رحمته اللهم أمين أيها المسلم حبيبنا النبي عليه الصلاة والسلام قال فاغفر بذات الدين تريبت يداك والمعنى صاحبة الدين فاغفر بها تريبت يداك وإلا التسقت يداك بالطراب كلمة كده سريعة في دقائق سريعة فكر واشكر الله جل وعلا قال يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك يا أيها الإنسان من الذي سواك ومن الذي غزاك من نعمه ووالاك ومن القروب جميعها نجاك ومن الذي شق العيون فأقصرت ومن الذي بالعقل قد حلاك ومن الذي تعصي ويغفر دائما ومن الذي تنساه ولا ينساك ذاك هو الله الذي أنعمه منهمر أيها المسلم لسان حال المؤمن منا في هذه الحياة الله ربي لا أريد سواه هل في الوجود حقيقة إلاه الشمس والبدر من أنوار حكمته والبر والبحر فيض من عطاياه الطير سبحه والوحش مجده والحوت في ظلمة البحر ناجاه والنمل تحت الصخور الصم قدسه والنحن يهتف حمدا في خلاياه والناس يعصونه جهرا فيسطرهم والعب ينسى وربنا ليس ينسانا أيها المسلم في القرآن الكريم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها تأمل في نعم الله التي لا تعد ولا تحصى السماء بغير عمد طرونها من رفعها بالكواكب من زينها الجبال من نصبها الأرض من سطحها وذللها وقال فامشوا في مناكبها الطبيب من أرداه وهو يعالج مرضاه المريد قد يؤس منه من عافاه الصحيح من بالمنايا رماه والبصير في الحفرة من أهواه والأعمى في الزحام من يقوض خطاه الجنين في ظلمات ثلاث من يرعاه الوليد من أبكاه الثعبان من أحياه والسم يملأ فاه الشهد من حلاه اللبن من بين فرث ودم من صفاه الهواء تحثه الأيدي ولا تراه من أخفاه النبت في السحراء من أرباه البدر من أتمه وأسراه النخل من شق نواه الجبل من أرساه الصخر من فجر منه المياه النهر من أجراه البحر من أطغاه الليل من حاك دجاه النوم من جعله وفاتاً واليقذة منه بعثاً وحياه العقل من منحه وأعطاه الطير في جو السماء من أمسكه ورعاه وفي أوكاره من غزاه ونماه المقر من يجيبه والملهوف من يغيثه والحيران من يرشده والعاري من يكسوه والجائع من يطعمه كل هذا أإله مع الله حقاً لا إله إلا الله آخر نصحة أقول لك بقى أيها المسلم في الفلاحين يقولوا كلمة جميلة أوي إيه الكلمة دية قولك لما تجد تجوز هات وحدة عندها دين إن ما كانش عندها دين هاتخلي عشتك طين وهات وحدة عندها إيمان إن ما كانش عندها إيمان هاتخلي عشتك أطران ويوعى تجيب وحدة على الموضة إن جبت وحدة على الموضة هاتخلي عشتك سودة فات وحدة على هجه النبي عليه الصلاة والسلام ونسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في الزوجين اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما في خير اللهم صب عليهم الخير صبا ولا تجعل عيشهما تدى برحمتك يا أرحم الراحمين وصل اللهم وسلم وبارك على النبي وعلى آل وصحب أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك والعظيم سلطانك اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنك أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألبان هكذا عيشنا مع العلم والعلماء واستمعنا إلى فضيلة الشيخ محمود تركيا من علماء الأظهر الشريف ومدرس رواق الجامع الأظهر الشريف في هذا الجامع الكريم الذي نقدمه لكم من مسجد فاطمة الظهراء بمنطقة العمرانية بقرية أبو رجوان قبل مركز البطرشين في حفل زواج الدكتور محمد سعيد هلال والمهندس علي سعيد هلال وسط هذه الكوكبة من أبناء القرية والحضور الكريم والحضور الكريم